السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذ الأعزاء مرحبا بكم معي في هذه الحصة الجديدة اليوم سنشتغل على نص الصهر مضر كتاب مرشدي في اللغة العربية للمستوى الثاني ابتدائي إذا نبدأ أولا بقراءة النص الصهر مضر كانت سيليا تجلس بجانب شعيب وتملي عليه فقرة من ملخص الدرس لاحظت أنه يتثائب فضار بينهما الحوار الآتي ما بك تتثائبك كثيرا يا شعيب يتثائب هيها الحركات يعني يشعر بالنعاس كنت ألعب بلوحة رقمية ليلا لم أشعر بمرور الوقت وأنا أنتقل من لعبة إلى أخرى لست متفقة معك لماذا لا تفعل مثلي؟ ألعب بلوحتي عندما يسمح لي والدايا بذلك لفترة وجيزة وألعب كذلك في الهواء الطلقي وأشاهد أحيانا الرسوم المتحركة وقبل النوم أقرأ قصة وهل تجدين الوقت لكل هذا؟ نعم وضعت توزيعا لأوقاتي أحترمه ولا أخالفه أبدا فلما لا تفعل مثلي؟ إذن شعيب يتثاؤب ويشعر بالتعب ويريد أن ينام أثناء الحصة الدراسية لماذا؟ لأنه صهر طويلا مع لوحته الرقمية ولم ينام باكرا عكس أصدقائه كاللحظة بأنهم يعني يحسون بالنشاط والحيوية ويتحدثون فيما بينهم عكس شعيب الذي يتثاؤب ويشعر بالتعب لماذا؟ لأنه لم ينام لوقت كافي إذن النوم بشكل كافي فهو مفيد لصحتنا والتمتع بصحة جيدة ونركز خلال حصصنا الدراسية وخلال يومنا إذن نمر للصفحة الموالية أذكر ما في الرسمي إذن قلنا الرسم في تلاميذ يتحدثون فيما بينهم وتلميذ آخر يتثاؤب إذن في الرسمي تلاميذ يتحدثون فيما بينهم وتلميذ يتثاؤب أقترح عنوان آخر للنص إذن النص عندنا هو السهر مضر شنو غادي نقترحه كعنوان غادي نديره مثلا كيف أنظم وقتي يعني بين اللعب بين النوم الباكري بين مزاولة الهواية الدين المفضلة مراجعة دروسنا إلى آخره كيف أنظم وقتي أمر إلى معجمي أقرأ الكلمات الموجودة في اللوحة فعل هل مدرسة أريد وأركب كل واحدة منها في جملة إذن هذه الكلمات سنركبها في جمل إذن فعل ماذا فعل أحمد بملابسه القديمة؟ هل وجدت محفظتك؟ أنا ذاهبة إلى المدرسة أريد تعلم اللغة الإنجليزية إذن نمر سؤال موالي أصل بين الجمل التي تنتهي بالحرف نفسه إذن سنرى الحرف الآخير من كل كلمة أقوي جسمي بالتغذية التلوث خطير الماء ضروري الهواء أساسي أقوي جسمي بالرياضة السهر مضر إذن الحرف الذي يعني الجملة التي تنتهي بنفس الحرف إذن أقوي جسمي بالتغذية أقوي جسمي بالرياضة إذن التغذية والرياضة كي سليه بحرف التأ التلوث خطير السهر مضر الماء ضروري الهواء أساسي أضع العلامة في المكان المناسب السهر هل هو نافع أم مضر؟ السهر مضر الفطور نافع الرياضة نافعة أصل الفعل بما يناسبه أتريد من الرياضة أنظف من النظافة أنام النوم أفطر الفطور لماذا غلب النوم شعيبا؟ قلنا شعيب غلبه النوم لماذا؟ لأنه صهر طويلاً لأنه صهر طويلاً رسم المتحركة قراءة قصة قبل النوم إذن شعيب يلعب فقط بلوحته الرقمية بينما سيليا تلعب في الهواء الطلق تشاهد الرسم المتحركة وتقرأ قصة قبل النوم إذن سيليا تنظم وقتها بشكل جيد وتستغله في اللعب في مشاهدة الرسم في قراءة القصص عكس شعيب الذي يخصص وقته كاملاً لللعب باللوحة الرقمية والذي يعني فهو شيء يعني غير غير مفيد لصحته ولعينيه يعني صحته بصفة عامة أصل بخط العبارة بما يناسبها وحافظوا على صحتي بالرياضة بالصهار بالتغذية الجيدة بالاستحمام إذن بطلنا بش نحافظوا على الصحة دينا علينا مزاولة الرياضة ممارسة الرياضة بالتغذية الجيدة يجب أن تكون تغذيتنا متنوعة ومتوازنة وأيضاً بالاستحمام علينا بالاهتمام بنضافة جسمنا نضافة أسناننا نضافة ملابسنا لنكون بصحة جيدة استثمر أكمل كما في المثال هذا الولد يتريد هذان الولدان يتريدان هذا اسم إشارة للمذكر المفرد وهذان اسم إشارة للمثنى المذكر لا يسهران إذن هذان لا يسهران المثنى المذكر هذان لا يسهران يحافظان على صحتهما هذان يحافظان على صحتهما هذه البنت تتريض إذن هذه اسم إشارة للمؤنث المفرد هذان للمؤنث المثنى لا تسهران إذن هذان لا تسهران هذان البنتان لا تسهران تحافظان على صحتهما هذان تحافظان على صحتهما أكتب نصائح حول الصحة والتغذية كما في المثال لا تترك الرياضة ماذا آخر؟ لا تسهر طويلا قلنا السهر مضر لا تسهر طويلا ماذا أيضا؟ لا لا تكثر لا تكثر من تناول الحلويات لا تكثر من تناول الحلويات أرتب الكلمات لأكون جملتين مفيدتين يحافظ هو الذي هذا على النظافة إذن هذا هو الذي يحافظ على النظافة تشربان هما لتاني الحليبة هتاني 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 هما لتاني تشرباني الحليبة هذا هو الذي يحافظ على النظافة هتاني هما لتاني تشرباني الحليبة الإملاء أضع كل كلمة في غيمتها كما في المثال إذن هنا لدينا الغيمة الأولى والغيمة الثانية هنا سنضع الكلمات التي تبدأ بـ القمرية وهنا سنضع الكلمات التي تبدأ بـ الشمسية الفطور النوم ألف الشمسية دايجا عدنا هنا مكتوبة النوم الصحة الشمسية التعب التعب أيضا الشمسية الرياضة الشمسية الرياضة الفطور القمرية المدرسة القمرية المدرسة الحافلة الرقمية الرقمية الشمسية الشمسية الرقمية نمر إلى التعبير الكتابي أرتب الكلمات لأركب جملة مناسبة لكل صورة الفواكهة الخضرة تناول و إذن الجملة المناسبة لها الصورة هي تناول الخضرة والفواكهة يديك الأكل اغسلي قبل اغسلي يديك قبل الأكل بعد نظف الأكل فمك نظف فمك بعد الأكل إذن تناول الخضرة والفواكهة اغسلي يديك قبل الأكل نظف فمك بعد الأكل قراءة المشتركة حلوة حلوة يا بنات يا أولاد حلوة حلوة يا بنات يا أولاد أكلت منها سلوى فصارت تتلوى إذن بهذا نكون قد أنهينا حصتنا لهذا اليوم شكرا إلى اللقاء شكرا إلى اللقاء